صفقات الاهل الجديدة. والاهل لازم يعمل صفقات جديدة ولازم ندعم الفريق كلنا عمانون كده. كلنا عمانون دلوقتي الاهلي لازم يعمل صفقات تهيلة. الاهلي لازم يجيب صفقات صوبر. ولكن يا برينس ما سألناش نفسينا. هو الاهل يحتاج صفقات ايه. يعني احنا عمانون صفقات ماشا صفقات. طب صفقات ايه? طيب التعاوز بكي يمين ولا بكيش مال. انت عاوز راس حاربة ولا صنع العاب. التعاوز حرس مرمى ولا مدافع ولا انت عاوزهم كلهم احنا ما فكرناش السؤال ده كل الناس دخل عمال تقول صفقات صفقات وقته صفقات من العر التقيل وقته صفقات صوبر واتفعل تمن في صفقات غالية لازم تفكر هو الاهل محتاج ايه عشان نجيبه ما يمكن اللاعبة الموجودة دي كويسة ما يمكن اللاعبة الموجودة كويسة ولكن عندها اجهاد ولكن لما تريحها انت هتستفاد منها لانك مش هتلاقي احسن منها في السوق دلوقتي ما برضا جماعة الصفقات دي بتبقى صوء صوء كده صوء اللاعبة صوء الانتقالات فانت لازم ما انت هقول لي مين باكش مال في افريقيا زعالي معلول مين مفيش لما معلول بيكون في حالته بيكسر الدنيا بيكسر الدنيا يا برينس فانت لغاية دلوقتي مش لاقي باكش اصلي باكش مال زعالي معلول ما هتلو احزة عالة معلول في افريقيا مفيش ولكن يا برينس حلقة النهار ده بقى هتعرف فيها هتعرف فيها الصفقات اللي محتاجها النادي الاهل يا برينس في الموسم الجديد وعن اتكلم على صفقة صفقة يا برينس وبتعالي كده يا برينس الصفقات ديت هتهز مصر كلها يا برينس يا غالي يا بدي الغاليين الصفقات ديت يا برينس الاهل الناوي في الصفقات السنة دي هيصرف. هيفك الكيس بقى. هيفك الكيس بقى عشان احنا بص خلاص. بين على اخيرنا خالص يا برينس. لازم نجيب صفقات. ولكن سوبر في المركز اللي انا هقول لك عليها. من سوبر بقى اللي سوبر احنا بنكله طبعا ايه? سوبر بقى كده. بتكسر الدنيا وندفع. نفك الكيس شوية. ولكن يا برينس يا غالي ابدال غاليين. اللايك بتاعك يا برينس قصما بالله. مهم جدا يا برينس. امانة عليك يا برينس. تنزل دلوقتي. دوسي على اللايك. عاوزين نوصل الفيديو ده لألف اللايك. يعني مش عايزين نوصل لهم. يعني مش عايزين نوصل للألف اليك ليه يا بريدس. ولكن برضو يا برينس لو انت برضو اول مرة تشوف ناة تنزل كمان وانت بتعمل ال لايك تشترك فالقناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك اشعار ب toy video جديد يا برينس. يا حبيبي وربنا يا بريدس. لو انت عملت اللي اتنين دولار. لو انت برضو ما عملته مش برضو يا حبيبي يا برنس ونخش بقى يا برنس عالموضوع التلung معنا لان الموضوع ده هو الموضوع الشائع هو الموضوع الرائق هو الموضوع اللي كل جمهوري النادي الاهلي بيتكلم على اللي ومن دول صفقات النادي الاهلي الجديدة ونقفنا وهنا سوف اسكت قليلا بص بقى يا برنس نبتديها من تحت نبتديها من مركز حرس المرمة هل النادي الاهلي محتاج حرس مرمة تبقى عطف افكر كمو مصطفى شبير. علي لطفة. طبعا. لو عطف اكارت? لو عطف اكارت? طبعا. الاهل ماحتاج عارس مرمة. هتقول ليه يا عمدي هستهت دول مصطفى شبير. علي لطفة الشناوي. الاهل ماحتاج عارس مرمة. لان لما الشناوي ما بيكون تفايق. والشناوي لما بيتصب فانت بتلعب على لطفي. على لطف لامبي Dios فانت بتكون معلق. فانت بتكون مالا يوم شجق على patch. لان على لطفي الغد تحس انه ايه? ما ثبتش نفسه مع الناد لايه مباراته وكمتقلق وكل حاجة ولكن انت كمشجع الاهل ايه او كده تحس ان هاي كورة ممكن تخدش فينا برضو على لطفي مش ما حسسنا ان هو الحارس الجامل ماشي مصطفى شبير برضو لسه صغير اعاوز جاء مصطفى شبير الحارس جدا ولكن اعاوز اخوه ما تشك كتير ما تشك كتير كتير وصعب ان الناد الاهل يغامر في المركز ده بالذات ان مركز حراس المرمى ده مركز صعب انك تغامر فيه لان الغلطة فيه بجون يعني ايه؟ سباك واحد من اللعبة التانية اللعبة التانية ممكن تغلط التانية جي غطي من وراها ماشي الا جون الا حارس المرمى الغلطة فيها بجون يا برينس ولكن الاهل محتاج حارس مرمى والاهل يشغال فعليا ان هو هيجيب حارس مرمى يا برينس وهت في كلام اي ايلين ان في بسام على ابو جبل على محمد صبحي على جاد ولكن يا برينس هم في اقتار دول هتقول ابو جبل داخل في الموضوع لك يعني في كلام من بعيد جدا يعني واحد في المية ماشي? ولكن الاكيد او اللي بنسبة سبعين في المية محمد صبحي تلاتين في المية او برضو ستين في المية خمسين في المية محمود جدا. واحد منهم دولة هيجي الناد الاهل الابرس. ماشي? نخش الخط الدفاع. عندنا طبعا مدافعين كتير. ولكن في ناس هتمشي. وفي ناس اتبش مقتلع بيها. وفي ناس اتبت لبستة في كوارس في المواتشوات. ولكن الاهلي محتاج مدافع. احنا احنا احسوا مدافع. لان بدر بانون. يا? اتقول لهم ان هم عنده بدر بنون السلطان بدر بنون. ولا لك الله يا برينتس. اللي محتاج مدافع كويس جدا. ان بدر بنون على المحك يعني هو ماشي ومش ماشي. ما تفعهم ؟ هذه الوقت ده الوقت قصته ايه? ولكن بدر بنون على المحك ان هو امشي وطالب فيه كلام يعني. يعني داخل الناد لقلي ان بدر بنون عاوز يمشي من فالأهلي بيشوف العرض كويس وبادر بنون ماشي. لو جيب بصيت للمدافعين اللي عندك دلوقتي تا عندك محمد عبد المنعيم يسر ابراهيم ايمان اشرف ربيعة محمد بن تولي. انت محتاج واحد. محتاج واحد سوبر لان كل دول كده. في اقتناعات انا مش يعني مفيش اتنين مدافعين في الاهلي مثلا سبتين. يعني انا كان نفسي بدري بنون محمد عبد المنعيم. الاتين دول كانت كسروا دوني الله. ولكن لازم يجيب مدافع وفي اتنين هيتطلعهم من الليلة ديت لبيع لا اعارة. من ليلة المدافعين دولت يا برينس هيمشوا من لا لا بيع لا اعارة. ناحية اليمين بقى. يعني احنا كده محتاجين حارس مرمى محتاجين مدافع. خش على ناحية اليمين. ناحية اليمين يا برينس يجدفقى عندنا اكرم توفق وكريم فو ادوي محمد هاني. الزاهرة محمد هاني. تعيس محمد هاني يا برينس هو لاعب. ما بلعبش غير في كاس العالم بس. يعني محمد يعني تعيس له ما بلعبش غير في كاس العالم بس. لا يا برينس. احنا عدونا. احد. مش زي ارنود مسلا متعلي فاربول. واحد كده من نفس العينة. يعني واحد يشممنا الريحة دي. واحد يبقى ناحية اليمين كده. محرات. محرات بمعنى كلمة محرات. ود رايح جاي واخدها شوارع وفرات وكورات عرضية وشو. عاوز انا باكي من كده. عاوز باكي من كده. هتقول لي عما موجود اكرم توفيق. لا. اكرم توفيق. لعيب كويس جدا جدا في النواحة الدفاعية. وعنده حتة الرجلية ما اقولكش يحط اي لعيب في جيبه. ولكن انت محتاج لعيبي بقى. النواحة الدفاعية زي النواحة لجومية لانك النادي الاهلي لانك النادي الاهلي بتخش اي بطولة بتنفس عليها. فانت اكيد انت محتاج لعيب سوبر. وكل اللي انا بقول لك عليه اللعيبة اللي اللازم يجيبها تكون لعيبة سوبر. ماشي يا برينس. فاحنا كده محتاجين واحد نحت اليمين. ونحت الشمال. برضو محتاجين واحد. ركز معه واستحملني. واستحملني يا برينس. لان النادي الاهلي لازم في الصف ده من سكة لتمن تسع صفقات. من تمن تسع صفقات وممكن يوصل لعشرة صفقات. اتقول لي ازاي يا عام? انا بقولك كده. راجع معا كده احنا بص بنرجعهم واحد ورا التاني. ماشي? نحت الشمال طبعا انت اكيد محتاج واحد. عالي معلول سنه كبر. مش نفس المستوى اللي بقدي به الفترة الاخيرة. واللي راح من زي اللي جايه. الكلام ده هو تبريس انت محتاج واحد نحت المين. وكمان محمود ووحيد رايح لطلاع الجيش. وتقول لي محتاجين واحد نحت الشمال. قصد يعني انا عمال لما طلبه اش عافل معلوم الرسمة معلوم نحت المين ليه مش فاهم. برضو معلوم نحت شمال. انت محتاج بك شمال في حترين. محتاج واحد تبقى تجهزه اللي يكون بديل على المعلوم. في محمد شكر بتاع سموحة. وده كواس جدا جدا يعني. فاحنا ممكن نجيب ونديله معالي معلوم. نديله ونديله. لان الوات ده كويس. وهنشوف احنا كده يا برنس محتاجين حرس مرمى. مدافع. باك ايمين. باك عمال. محتاجين واحد كمان في لطس الملعب. يعني اركض معي كده تستعمل. محتاجين واحد في نص الملعب. لما التلاتة اللي في نص ملعب سواء اليو جانج. سواء حمد فتحي. سواء السلية. لما واحد منهم بيغيب او تلاتة ساقعات بيغيبوا كلهم. يعني تحس كده بتفهم مع بعضهم. ولكن الاصبات دي بت البتاحات ربنا. فت محتاج واحد في الحد دي. محتاج واحد في نص ملعب. محتاجين واحد كمان زي ديفيندر مدافع زيغي زي cassaire امرو السلية. واحد شويت. واحد محراكت في نص ملعب. يقطع اي كرة يفسد اي هجمة اي هنا هنا. عاوزين واحد في الحد دي. حسنا ي Авحد طرف يعني. نحطن ناتليمين يلعب بنحطيه ناحP الشمال ايها ابوات دي يكون صبر صوبر. وفي الحتة دي في الحتة دي بالزاد. نحط افقه فلوس شوية. نحط يفقه فلوس شوية ولو لقينا جناحين نجيب. ولو لقينا جناحين صوبر نجيبهم. ما هوا بص يا برينس لو اجيب بسيط. كل فرق العالم الفرق الكبر او النجوم العالم هما بيبقوا Iجناحة. يعني بيبقوا Iجناحة. لان الاجناح دي هي اللي بتشيل الفريق. وهي اللي بتغطي على فريق. لان دوقت денег بيجيبوا اللي جوان. هما دولتي بمؤسرين. يعني انت لو جيت بسيط للنادي زي مالك في الفترة الاخيرة عنده ناحة الشمال بنشاري ناحة اليمين زيزو اللي اتنين مكسرين الدنيا. قول مين في الاهلي بيلعب كده اقول لك مين اتقول لك عنتك ميكسوني وبيرسي ستوي حسين الشيحات وطائر. مين فيهم اثبت نفسه ولا واحد اثبت نفسه كلهم بتصاب وكلهم سواهم نازل. ماشي? نحن محتاجين حد ناحة الشمال وواحد ناحة اليمين. ولازم نجي من الاتنين دولار تكونوا سوبر سوبر يعني. يعني انت كده بتقول يا يا عمي جيمي انت محتاج صفقات تقيلة جدا. محتاج صفقات كتيرة جدا. مالا بقول لك. الاهلي السنة جاي احنا مش هنستحمل كده لما واحد بيغيبنا ولا اتنين بيغيب بنبقى ليصين. بنبقى تايهين. بنبقى تايهين حرفية. احنا غد دولارتي بنعاني. بنعاني بنعاني. فلا نبدا بقى نقسم الجديد ونصرف ونجيب صفقات. الصفقة الاخيرة وهي الاهم. الصفقة الاخيرة اللي هي بتهرجم كل ده. الصفقة الاخيرة هي اللي بتتحط في البرواز. الصفقة الاخيرة هي اللي بتحط الفينيش. هو مين? هو طبعا محتاجين مواجم. يعني محتاجين مواجم وربنا. وربنا محتاجين مواجم يجيب لك اجوان من انصاف الفرص. من اقل الفرص. واب بيجيب اجوان بافاة. يعني واد يحط الكرة بافاة كده يجيب. محتاجين مهاجم كده. محتاجين مهاجم كده حرفية. مهاجم بقى يشوت رفع لقوفرات يطلع يلعب بتماغوي برجل واليمين رجل والشمال. يشوت يجيب اجوان. واد يكون محتاجين مهاجم في المات شجيله طوال اربع فرص او اربع فرص يحط من هم تلاتة ولا اتنين. مش تجي له عشر فرص ما يحطش بناها ولا جنب. فاحنا محتاجين في المركز ده نصرف شوية. نصرف شوية ونجيب صفاقات تقيلة جدا جدا يا برينسي في المركز دو ربنا. عشان كفاية جدا يعني. الواحد تعب. ماشي يا برينسي? كده معظم الصفاقات اللي قلت لك عليها اللي الاهل شغال حرفيا عليها دلوقتي هو حارس مرمى مدافع باك يمين باك شمال يعني في نص ملعب جناحين ومهاجم. فانت بتتكلم في تمن صفاقات. في تمن صفاقات يا برينس. الاهل محتاجهم حرفيا. منهم تضلطوا كده تلاتة اجانب. ففي تلاتة اجانب ماشيين بالمناسبة. سواء ميكي سوني سواء بيرستا وسواء بدر بانو. تلاتة. واحد يعني لو ممشيش تلاتة يمشي اتنين. عشان نبقى متفقين يعني. ولكن الاهل محتاج حرفيا صفاقات سوبر المسيب جاي يا برينس. واعوز رايك في التعليقات يا برينس على الحلقة الجميلة داية يا برينس. لايك بتاعك باللازيز. واشتراكك يا برينس. وانت وامر تشوفنا يعني تشترك كافة على زيال الجرس يا برينس. وسلام.